موسيقى سنعرف على وجهة نظر واحدة من الجمعيات النشيطة في هذه المنطقة ويتعلق الأمر بمنتدى شباب 2030 من خلال الرئيس ديالها السي عادي الفاضل سنعرفوا ماذا هذه اللقاءات التشاورية تتسير في نفس الملحة التي يبغي هذه الجمعيات ولا أنها تتبقى فقط للسهلاك الإعلامي ومن أجل النحلة تنظره لعلينا نستضيف كما قلت سي عادي الفاضل مرحبا بك سي عادي الفاضل شكر خاص لجالدة أنفاس برايس على الاهتمام ديالها بالشكل المحلي وطبيعة الحال بهذه الأيام التشاورية التي اخذت المقاطعة العاتق ديالها مع مجموع من الجمعيات باش أنها تشوف وتحس بالنبض ديال الأحياء الخمسة اللي هي غدافة ترتيبات ديالها ماذا هذه اللقاءات التشاورية التي تتبقى للمقاطعة سيدي عثمان بشاركة مع المتدى المواطنة وهي اللقاءات التي دائما كنت تتطلب بها ولا هذا الأمر تدخل فقط في السيلك الإعلامي ونحن دربنا اللي بغين اللي يعلين أوصافي فين شوما تتشوفوا ريوسق هو في الأساس هو في الأول كان مطلب ديال الجمعيات إنشاء مع القانون ديال 113-14 اللي تحت على أنه كان هيئات ديالتشاور هيئات ديالتحاور بحلقة هيئات ديال المساوات وتكافؤ الفرص كان دائما مطلب للجمعيات أنها هاد الهيئات تنشأ بطبيعة الحال ربما المجلس الحالي أخذ المبادرة ولكن عن العموم أنها رأت النور نتمنى وأنها تكون ناجحة ويكون إنصات فيه للمشاكل الحقيقية التي تعيش فيها الساكين تقسيم إدال المقاطعة سيدي عثمان هو في شيء جيد بالنسبة لكم يعني لا سيسمع المنطقة كلها لكن خلال تقسيم سيدي عثمان حي السلامة ومروكا أيضاً الهروية يعني كل منطقة يتم السمع لأن كل منطقة لديها خصوصيتها وعندها عسياجاتها والمشاكل لها هو الجميل في هذه الأيام تشاورية أنها كانت مقصمة بالفعل لأن المشاكل الهروية شيء هي المشاكل للمريم شيء يمكن حي السلامة شيء يمكن لسيدي عثمان ولكن على العموم هالتقسيم صالح أنه نخرج بشي مخراجات ونعطيه واحد تقرير عام على ما يروج في الأحياء الخمسة الهراويين وكينا مبروكا كنضن وكينا حي السلامة وكينا للا مريم هذا هو التقسيم اللي خدته الجماعة مع المكونات دي الجمعية البعض يقول بأن المشاكل تأتي دي عثمان معروفة وهي تقريبا نفس المشاكل للمقاطعات محيطة للمستوى الدار بيدا لماذا هذا الفترة عادة نفتحوه ونستمعوه للناس يعني للناس اللي تأخذوا هذه القضية تعليقات التشاورية أو ما تنقلش ضدها ولكن يتأخذوا على هذا المؤخد لا أنا معاك فهذا الأمر وليس معي أنا مع الناس اللي تقولوا لا أنا معاك فالطرح ذي الأمر ديالك نحن كنا نقول هذه المسألة المنتخب الذي يأتي أنه يقدم راسور عنده واحدة تعاقد مع المواطن يقول أنا رأي عارف هذه المشكلة أنا غنحل هذه المشكلة أنا هذا إلا كانت في زيادة زيادة لمعرفة دقيقة بالمشاكل وينكبع لها ويحلها هذه مبادرة طيبة ولكن دمائية الجمعيات التي نقولوا في مصلحة الساكنة والمنطقة أما بشرتها كزعير على أنني نديره كالاستعلاك الإعلامي وأنني فعلا بما أن الجمعيات تطالب بإنشاء هذه الهيئة ونبدأ أنا عارف كندخل ونأخذ هذه المعلومات وربما هذه معلومات شخصية لأن هناك بعض الجمعيات كنظن أن نقاطعوا هذه الأيام التشاورية على أساس أنهم لا تعاملوا معهم بالمثل أنت كمنافس أنت ماشي معايا وهذا المبدأ ديال أنت معايا أو تبضي هو دائما الذي نرفضه ونحن في المنطقة وراء أنا في الكلمة البارحة في اليوم الذي يخصي كما أنت طرقت هذه المسألة كان غياب وليس سوء ولا كان تدبير غير محكم ولا كانت حكمة ولا كانت حاجة الجمعيات التي لا تتعلمون وما أنهم سننون أعضاء هم الذين يرسلون لهم لأنهم يأتي بالجمعيات ولا سنرسلون مع البرو دوردر ونقدموا الطالب لأنهم نلتحقوا في هذه الأيام التشاورية وقضبوا بها والاتصالات والدعوة 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 هنا كان هناك إرباك ولكن على العموم الأيام نتمنى أن هذا الاستماع والتشاور نتمنى أن يكون لديه نتائج إيجابية البعض يقول بأن هذه الجمعيات قدمت مقصرحة وقدمت المشاريع والحاجيات التي تسعاني من هذه المنطقة ولكن يدع المقاطعة القصيرة لأن المقاطعات براسة تتوصل غير من ملحا من طرف المجلس المدينة الكرة كلها عند مجلس المدينة مجلس المدينة والذي براسة كان يفتحها اللقاءات تشاورية مع المجتمع المدينة وهذه الدعوة جل الجمعيات لأن كما يعرفون الناس والمتتبعين أن منطقة مولا يرشيد فيها الكثير من الأسواق الكبرى كتضخ ميزانية كبيرة على المجلس المدينة لا يمكن أن نحن تسناو عير هذه المنحة بالعكس أنهم يزيدون من هذه المنحة لأنهم لدينا أعضاء في المجلس المدينة أنهم يترافعوا لهذه المنحة لأنهم يزيدون لا يعقل أن لدينا سوق العرض الفواكه والخضار أكثر من 1600 كاميو وقاطرة ورموك وبيكوب تدوز على هذه الطرقات لدينا ويتم الاعتداء لأن التحفار تحكمل المسائل المجاري تضراب لماذا يترافعوا ويزيدوا من المنحة على أساس لأن تدافعوا أن السيد اعتمال لا تستفيد من الخيارات التي توجد في المنحة تماما وهذا المطلب كان دائما للجمعيات مع السياسيين دائما تقول الفائد السياسي مدام عندما تكون مجالي منتخب ممكن أن ترافع أكثر وتمثل الساكنة قد تقول بعيد مناصب الشغل تماما بحكم القانون 10% كل الساكنة للمنطقة تستفيد من كل منشآت الاقتصادية التجارية الصناعية هنا هذا مطلب دائم نتمنى أنهم يأخذوا بطموحات للمنطقة وشبابها وأنهم يترافعوا كي يوفروا لهم مناصب الشغل ويترافعوا الميزانية لكي ترجع أكثر لا يمكن أن تساويني مع المعاريف أو مع عين الدياب أو مع عين السباع نحن منطقة ربما سنقول هشة ولكن فيها عدد من الفقراء والمحتاجين وهذا بزاف وضافت لنا هذا الضواحي الذي كانت في الضواحي دار بيدا ضافت لنا بالهرويين بالمشاكيل بالمشروع الملكي الغير مكتمل بالصراعات بالإجرام الذي يطلع بزاف المشاكين يضيق لهم يعني لهم بالنسبة لهم تماما تماما والمواطن ينتظر كما قلت الاستهلاك الإعلامي المواطن ينتظر عنده حاجيات بغي يشوف الملموس كفانة من الفضفات كفانة من أننا عارفين بعض الإنجازات ستكون أنهم يتطرقون لها لكي تظهر بأننا سوف ندرها في تاريخنا وفي العمر الانتداب أو الانتخاب يعني لقاءة تشهور ستكون بعيدة على السياسة ولكن تكون لدينا الطابع الجمعوي وطابع التي تخدم المنطقة أول أساس والجميل والجميل في الأمر هو أن هذه الأيام تشهورية مسجلة ستكون التاريخ ونبقى دائماً نرجع لها أننا في يومين من الأيام خرجنا بهذا المولود تشهورية وعطينا الأراء وعطينا المقترحة أمام الملاء لا تكون عن طلبات أمام الملاء ومسجلة نتمنى والتفعيل ويبقى المواطن هو الحكم لا تشوش مقاطعة أعتمال خاتشة الباديرة وعكس مقاطعة أخرى التي تشهور الحمد لله ولكن هذه الباديرة كانت دائماً في حركية المجتمع المدني نتمنى أن المقاطعة أخذت الباديرة بإسمها أو بإسم المجتمع المدني ولكن على العموم أنا فرحان أنها خرجات خرجات الوجود الأهم هو أن الساكنة خاصة المس بغينا نخرجوا من هذا المبدأ وهذا الخندق لأننا نبقى وكان نهضروا في علبة مغلاقة خاصة نخرجوا ونقولوا ها اللي قلنا ها اللي طبقنا ها اللي وصلنا هاش حال خاصة ما كيهمش أننا ما ننجزوش داك شي مئة في المئة ولا ثمانين في المئة ولكن على العموم راحنا غادي نحتكوا مع هموم المواطن ونقاوموا باش ننجزوها ونحطوها للأرض الواقعية سيعدين شكرا جزيرة على قبول الدعوة متتبعي خلت أنفس باريس إلى اللقاء في اللقاء من الجديد إن شاء الله موسيقى